شايف نادي الزمالك مع الكبتن معت shirtsage萬กمال وعندهمورة مهمة بكرة أمام المصر البورل سعدي المنتشر مع الكبتن العليمة بص انا مبسوط جدا في النادي الزمالك الفترة الاخيرة دي اكيد في تتتتتتت في تتتتتكلم عن الاهلة هل هي الزمالك احنا طبعا محبين الناديين منتتتتتتتت لك من يوجد نادي الزمالك برضاك نادي قطب كبير من عندك كبيرة في الباخر تتتتتتتتة اه طبعا فتتتتتتتتتتتتتت يعني منتكلم نادي زمالك الفترة اللي فاتت فيه اتزام موجود عندك نظام إداري ما كانش موجود في نادي زمالك قبل كده بتتكلم عن مجلس إدارة كله رجال أعمال بيزنس يعني تفكير بتاعهم يوم مايز جدا أول خطوات النجاح نجدنا نتكلم على أسرم لما مشي الراجل ده أنا لعبنا قدامه في البنك الأهلي لا راجل ده بعيد خالص عن نادي زمالك لما لعبنا مع البنك الأهلي هو بعيد خالص يعني الشكل بتاعه والتاكتك بتاعه هو بعيد خالص في أول طريق النجاح اللي بتجيب واحد من أبناء لاتزمالك يشتغل بشكل كويس وخلي بالك اللي هو معتمد إدى الثقر للعب الموجودة وبقى فيه كم زمال تشوف في الناس كميا وتقارب والتاني حاجة الوقت الصعب هو هو اللي يستحملك ابنة لتاعك هو برضو كمان غير طريقة اللعب فهم مع طبيعي ما انت بتتكلم على أسراري راجل كان بيجيب الباك رايب بيحط باك ليفت بيلعب مثلا نص ملعب بيحط راس حارة وغير تاني وكل ماتش بشكل مختلف هو عارف اللعيبة بشكل إزاي بيقدر يحط اللعيبة في أماكنها فعشان كده الناتزمالك بتاره يعلى بالشكل بتاره يتكلم إذا كانت تتكلم مثلا زيزو بتاره شكل التطور بتاعه بشكل كبير جدا شكبالة بالنطج الكبير بالنطج الكبير بالخبراء بتاعته شايفه بيساعد نتزمالك بشكل كبير فأنا شايف الناتزمالك بيبتري يمشي على الطريق الصحيح بكرة مصر ولا زيزمالك؟ لا الماتش صعب الماتش صعب على الفريتين تخلي بلك على مهار مدارب كبير عنده سكواد بشكل مميز جدا مستر كاميرا بعالي بيوفر له جميع الإمكانيات شايفين المصر بشغال بشكل كويس فأنت عندك الماتش هيبقى صعب على الفريتين بزاد كمان برامز بلدية المحلة برامز بعد أداء مميز جدا أمام سانداونز وتعاصر أمام نوزيبو المورتاني في دور الأبطال لكن برامز برضو ما عنده من سكواد فريق بسم الله ما شاء الله فريق ايه؟ مش فريق واحد أنت بتتكلم أنا عاز أقول لك على حاجة أي حد يتمني يمسج برامز برامز عنده أكوى سكواد موجود في مصر بتتكلم على أكتر لعيبة مميزة بتتكلم على مصطفى على رمضان ولا على عبد الله السعيد بتتكلم على عيبة جديدة حمد يوكرم حافظة تتكلم على الشيبي ووحمد فتحي وبتتكلم على علي جابري موجود ووحمد سامي وبتتكلم على سمى جلال يعني الفترة الفاتت كان عندهم ماشيين في الدور بشكل مميز جدا البطولة أفريقية نوعا ما المطش الأخير دوت عمل لهم شكل مميز لأنت تتعادل مع سانداون سانداون بشكل كويس دي المسؤولية أنا كنت عايز باتشيكو عنده كل أدوات النجاح ومنظومة محترمة كان لازم على الأقل تاخد بطولة أو تاخد بطولة من زمان بالشكل دوت أو بالسكواد الموجود ده انت بلك كم سنة عندك أحسن لعيبة موجودة في مصر بس روح البطولة غايبة ليه عند شخصية اللعيبة والمدير الفني اللي بيجي لازم أكون مدير الفني قوي جدا يقدر يشتغل بشكل كويس مع العيبة الموجودة ليه شكل وليه هوية أنا بكلم على باتشيكو مدارب كويس بس أنا شايف اللي منجح بيراميز شخصية لعيبة من بيراميز كنت على اتصال تلفوني بقى حد مسؤولين في نادي بيراميز ضربتهم بهم علاقة محترمة جدا بكلم مع الله إحنا مركزين قوي في السوبر مصري ممكن بيراميز يبقى وريب جدا من سوبر مصري في حل لا قدر الله تعصر الاهلي في كاس عامل عنديها بص الكرة كل يوم فيها متغيرات بس أنا شايف الناد الاهلي الناد الاهلي أصعب بفرط فرصة والناد الاهلي لما يخش على مرحلة التتويج الناد الاهلي بخبراته بيأخدها وشخصية الناد الاهلي بيأخدها هو وارده وكل يوم فيه متغيرات في الكرة كل ديئة وكل يوم مختلف بس أنا بكلمك الناد الاهلي لما وصل على مرحلة التتويج ناد لها اللي بياخده. يعني عمر ناد لها اللي وجد نكلم على مستوى الفترة اللي فاتت في البطولات كلها. هتلاقي ناد لها اللي مثلا خسر البطولة اللي هي مثلا الفاتت دي تاعة السوبر. ولقابلها من سنتين. او تلات سنين خسر البطولة الافريقية. فانت بتتكلم على 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 ارقام كبيرة جدا. هو من حقه اللي هو يحلم. اللي هو موجود. اكيد. موجود بس احنا بنتكلم. لازم اكون انا من الاول. احلام يا كمتنا عباسوش بايدي الخص. بلازم اكون بايدي انا. لازم انا اشتغل انا نفسك وايس.